السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع النهاردة حساس جدا فوق ما تتخيله لازم تركز في كل كلمة هقولها النهاردة لان اي تجاوز هيبدر منك ممكن جدا يعرضك للمسائلة القانونية والمثل بيقولك امشي عدل يحتار عدوك فيك فانا احب امشي صحي جدا جدا طول عمري لا اخد حقي مش حقي ولا اطمع في اي مكان حد تاني بيفهم فيه اكتر مني واولى مني بيه ركز كويس في كلامي مفيش حاجة في القانون تسمى صيدلية بيطرية ليه مفيش حاجة في القانون اسمها صيدلية بيطرية لان لو جينا نشوف يعني ايه صيدلية فالصيدلية بتعرف انها المكان اللي بيختص بتركيب الادوية سواء البشري او البطري وبحها ومراجعتها ومين المختص بتركيب الادوية الصيدلي والصيدلي فقط مش الطبيب البشري ولا الطبيب البطري فياريت كل واحد يعرف مهامه ويقوم بيها على اكمل وجه لان الموضوع خطير جدا ويتعلق بحياة روح سواء انسان او حيوان الطبيب البشري وظفته الاهتمام بصحة الانسان والطبيب البطري وظفته الاهتمام بصحة الحيوان والصيدلي يعني دوة فاي صيدلية سواء بشري او بطري فدي حاجة تخص الصيدلة والصيدلة فقط ملاقيش بقى طبيب بطري كمان يسألني ويقولي هو انا ماينفعش افتح صيدلية بشري انت اصلا مفيش حاجة قانونية تسمح لك تفتح صيدلية بيطرية امال انا كدكتور بطري ايه مسموح لي قانونيا مسموح لي قانونيا اني احصل على ترخيص مركز بيع وتداول الادوية البيطرية واللقاحات يبقى انت كطبيب بطري مسموح لك بايه مسموح لك بالحصول على ترخيص مركز بيع تداول الادوية البيطرية واللقاحات ولو فكرت انك تتحيل على القانون مثلا تستعير اسم سيدلي فده هيعرضك لحبس مدة لتقل عن سنة او سنتين وغرامة احيانا بتوصل لعشر تلاف جنيه فنلتزم بحقنا القانوني وهو امتلاك مركز بيع وتداول الادواء البيطرية واللقاحات خلاص دلوقتي فهمنا جزئية قانونية مهمة جدا جدا ننتقل لجزئية تانية هل انا كطبيب بيطرية لما امتلك مركز لبيع وتداول الادواء البيطرية واللقاحات هقدر احقق ربح ومكاسب كويسة طبعا ده مشروع مربح جدا جدا لكن فيه شرطين اساسيين لازم يتوفر الشرط الاول انك تكون طبيب بيطرية متدرب كويس شاطر تاني شرط وهو المكان لازم عشان تفتح مركز لبيع وتداول الادواء البيطرية واللقاحات تختار مكان حيوي جدا يعني موجود بالقربة من مزارع اسواء اهالي بيربه طيور او حيوانات طبعا الارياف غالبا هي اللي بيتوفر فيها الشرط دي لكن خد بالك برضو مش اي مكان في الارياف ممكن تكون قرية ريفية لكن اهلها اكتر حاجة ممكن يعملوها انه كل واحد يربي له 15 فرخات فده مش اللي احنا عايزينه عايزين مكان حيوي يشغلني بشكل كبير عشان اقدر احقق ربح عائلي بالنسبة لعدد الموظفين اللي هتحتاجهم انت مبدئيا هتحتاج شخص مناسب يكون موجود في المركز الفترة اللي انت كطبيب بيطري تكون مش موجود فيها شخص يكون متدرب كويس زكي هعنده قدرة على التعلم بسرعة هتحتاج كمان عامل نظافة وده مهم جدا جدا وخصوصا مع مركز زي ده طبعا حسب قوة الصيدلية ممكن يزيد عدد الموظفين تحتاج مثلا محاسب مساعد طبيب بيطري فده حاجة ترجع لحجم المركز وقوة لو انتقلنا الجزئية تانية وهي ايه هي تكاليف مشروع انشاء مركز لتداول وبيع الادوية البيطرية واللقاحات حسب قدرتك المالية هتأجر المكان ولا هتشتريه طبعا سواء هتأجره او هتشتريه هتحتاج تعمل شوية ديكورات وتركيبات هتحتاج مالية كويسة لشراء الادوية واللقاحات وخدمات الكهرباء والمية ورواتب العملين في الصيدلية وتلاجة لحفظ الادوية واللقاحات وطفاية حريق طبعا كله حسب الميزانية اللي معاك ممكن الموضوع يتكلف منك من 30 ل 40 ألف جنيه وممكن يتكلف ملايئنا فكله حسب المالية اللي انت مخصصها للمركز ننتقل لجزئية تانية وهي ايه هي الاوراق المطلوبة للحصول على مركز لبيع وتداول الادوية البيطرية واللقاحات محتاج ترخيص الحي بالموافقة على استغلال المكان في نشاط بيع وتداول الادوية البيطرية محتاج كمان صورة البطاقة الشخصية او العائلية ومحتاج صورة البطاقة الضريبية وصورة السجل التجاري واربع صور شخصية اربعة في ستة ورسم كروكي للمكان المطلوب ترخيصه وخطاب من نقابة الاطباء البيطريين يفيد انك مقيد بسجلتها وبمزولتك للمهنة ويصال سداد الرسوم الادارية حوالي 1000 جنيه هيتم ان شاء الله حصولك على الترخيص خلال شهر من تقديم الطلب ننتقل لجزئية تانية وهي ازاي انا كطبيب بطري أستعد من سنة اولى اننا قدام ان شاء الله هكون صاحب مشروع مركز لبيع وتداول الادوية البيطرية واللقاحات مش شرط ولا مطلوب على فكرة تاخد دبلومة فارماكولوجي ولا شرط تختار في الكلية برنامج الادوية عادي جدا انك تكون جنرال ومش شرط نهائي برضو انك تكون حاصل على امتياز ولا جايد جدا ولا جايد أمال ايه بقى المهم؟ المهم ان انت هتكون مركز على بعض المواد وخصوصا اللي انت هتبدأ دراستها ابتداء من سنة ثالثة المواد الكيلينيكال يعني زي الجراحة والبطنة والدواجن والأرانب والفارما نركز على الفارما جدا جدا مش مهم التقدير المهم تفهمها وتستوعبها كمان المعدية مهمة جدا والأمراض المشتركة مطلوب مني كمان قطالف في كلية الطب البطري من اول ما يجي لبطاقة الترشيح بكلية الطب البطري خلاص تعرفت على المجالات ولقيت نفسي اني ميل جدا لامتلاك مركز لبيع وتداول أدوال بيترية واللقاحات اني أقرأ واسمع كل ما يخص عن المجال هبدأ من أول أجازة سنة أولى اني أنزلت ضرة في المراكز البيطرية والوحدات البيطرية أنزلت ضرة في مخازن بيع الأدواء البيطرية واخترت ان انت تكون طبيب بيتري شاطر يبقى لازم طول عمرك طول عمرك تهتم بالقراءة باستمرار تتعرف على كل جديد في عالم الدواء البطري في الأمراض أفضل اللقاحات ما ينفعش تتوقف عند حد معين أبدا اوعى تكرر انك تختار مجال زي ده وانت أصلا ما يتوفرش فيك الصفات دي انت ما تكونش بتحب تقرأ أو ما بتحبش تتعرف على كل حاجة جديدة خد بالك المجال ده محتاج قرية باستمرار ننتقل لآخر جزئية وهي ايه عوامل فشل مشروع زي ده اول عامل ممكن يؤدي لفشل المشروع ده انك تكون طبيب بطريق مش متضرب بشكل كافي فانت كده حرقت نفسك في السوق المفروض تكسب ثقة الجميع وتثبت مهرتك في التعامل مع كل الحالات ممكن كمان المركز يفشل لو اخترت مكان مش مناسب مكان محدوف في منطقة مش حيوية مش بتهتمي بتربية الدواجن أو المواشي ما فيهاش مزارع أو مربيين للطيور والمواشي ممكن كمان المركز يفشل بالرغم ان انت تكون دكتور بطري شاطر ومتضرب كويس ومكان حيوي ويفشل بالرغم من كل ده بسبب اهمالك وتغيبك لفترات طويلة عن المركز وترك المركز والاحتماد بشكل كبير على العمالة الموجودة في المركز بكده اكون اتكلمت عن كل ما يخص كيفية امتلاكك كطبيب بطري لمركز بيع وتداول الأدوية البطارية واللقاحات اللي مهتم بالنوعية دي من الفيديوهات يعمل لايك واشترك في القناة ويفعل الجرس على الكل علشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله كان معكم دكتورة أمني الشامي طبيبة بطرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة